أهلا بكم تترقب الأسواق المالية العالمية والمؤشرات الاقتصادية الأمريكية إعلان البنك المركزي الأمريكي بعد ساعة من الآن قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار فيما سيعلن غدا مؤشرات نمو الاقتصاد الأمريكي وسط مخاوف من دخوله في مرحلة الركود الخبراء يتوقعون أن يقرر البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في ظل ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ 40 عاما بعد أن قفز إلى 9.1% في شهر تموز ومخاوف من ركود اقتصادي في حال سجلت مؤشرات النمو في السالب للربع الثاني على التوالي وتباينت أداء الأسواق قبل صدور بيانات الفدرالي الأمريكي حيث سجلت العقود الآجة للمؤشرات الأمريكية الرئيسية هبوطا في تداولات ما قبل الافتتاح فيما تماسك الذهب مع تراجع مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات فيما أظهرت مؤشرات سلبية لاتجاهات الاستهلاك العام في الولايات المتحدة وذلك قبل صدور المركز الأمريكي أدت إلى إرباك الأسواق لتزيد فرص توجه الاقتصاد الأمريكي نحو نفق الركود